إعادة أكثر من 68 ألف عائلة نازحة وإغلاق 49 مخيماً 27 متبقية ستغلق خلال العام الحالي إنجازات أحصت الحكومة خلال عام في ملف النازحين فضمن خطتها لتشجيع النازحين على العودة الطوعية صرفت الحكومة مبلغ ملياري دينار منحة مالية للعائدين بمبلغ مليون ونصف المليون لكل عائلة وترميم أكثر من ثلاثة آلاف دار سكني في الأنبار ونينوى إضافة إلى توزيع 95 مشروعاً مدراً للدخل على العائدين وزاعة جميع المهجرين تنفيذاً للبرنامج الحكومة بعودة النازحين بدأت بعملية حقيقة مكثفة من خلال مسح واستطلاع ودراسة مستفيضة من أجل عودة النازحين لديها من رغم التعقيدات وزاعة الهجرة قامت بدوراً أكبر حقيقة ربما خارج عندهم اختصاصها والمصالح بين العشائر أيضاً والحمد لله تم أيضاً منحة العودة للنازحين بواقع تسع وجبات تقريباً النازحون من قضاء سنجار والمناطق المحيطة به يشكلون النسبة الأكبر من بين الأسر المتبقية في مخيمات كردستان الحكومة تؤكد أنها تعمل على إعادتهم بالكامل بعد حسم ملف القضاء إدارياً وبسط سيطرة القوات الاتحادية فضلاً عن استنفار عمل الدوائر الخدمية في نينوى لتقديم الخدمات الأساسية وإعادة الاستقرار اتفاق سنجار الذي ثمر عنه تولي أبناء المحافظة والشرطة المحلية والشرطة الاتحادية للمسؤولية الأمنية فضلاً عن تعيين بضع عشرات أو آلاف من أهالي سنجار وأهم موضوع هو ملف إعادة ملف سنجار كل هذه الإنجازات تحتاج إلى تدعيم وإلى حوارات معمقة لذلك أعتقد هذا الاتفاق اتفاق ناجح وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المجموعة الكلية لأعداد النازحين المتبقية يبلغ سبعة وثلاثين ألفاً منهم ثلاثون ألفاً في مخيمات كردستان والمتبقية في مخيمي الفلوجة بمحافظة الأنبار والجدعى في نينوى وزارة الهجرة تعمل ضمن إطار البرنامج الحكومي على إعادتهم إلى ديارهم طوعاً علي الأحمد العراقي الإخبارية بغداد